نهضة شاملة تشهدها محافظة المهرة اليمنية بفضل دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والنقل والطاقة والمياه أولى البرنامج أولوية لقطاع الصحة حيث أنشأ مركزاً للعمليات والعناية المركزة في مستشفى الغيظة ووفر 134 جهازاً ومعدات طبية كما أنشأ مركزاً لغسيل الكلة مجهزاً بشكل كامل من حيث توفير الطاقة الكهربائية وتزويده ب83 جهازاً طبياً توفر ألف جلسة غسيل شهرياً لمرضى الكلة في قطاع التعليم أنشأ البرنامج السعودي لإعمار اليمن ثمانية مدارس نموذجية وقدم 12 حافلة لتأمين النقل المدرسي كما وزع على طلبة المدارس نحو 300 ألف كتاب في مختلف المراحل الأساسية والثانوية ومن خلال منظومة المشاريع الحيوية التي نفذت في المهرة أعطى برنامج الإعمار السعودي اهتماماً كبيراً لقطاع النقل حيث أعاد تأهيل مطار الغيظة مع تجهيزه بكافة الأنظمة والمعدات والأجهزة وكافة شروط السلامة كما جرى تأهيل ميناء نشطون الذي وعد إحدى البوابات البحرية لليمن ويجري حالياً إعادة تأهيل وتطوير منفذ سيحوت أحد أهم المنافذ البرية ويربط بين اليمن والسلطنة عمان تم تزويده بأحدث الأجهزة البرنامج دعم قطاع الكهرباء بالمشتقات النفطية وعمل على تحديث شبكة خطوط الكهرباء كما وفر صهريجا نقل المياه لعشرات الآلاف من سكان مديريات الغيظة وفي القطاعين الزراعي والسمكي أنشأ البيوت المكيفة للمزارعين ومشروع زراعة القمح في منطقة المسيلة وتوزيع مئة قارب على الصيادين في مناطق عدة في المحافظة ترجمة نانسي قنقر